مركز الإعلامي الحقيقة تفضل مشكوراً وبدأ يتواصل مع وزارة المالية فردت وزارة المالية لا والله يا مركز الإعلامي ما فيش أي حاجة من داع على الإطلاق ولا زيادة جديدة ولا زيادة مش جديدة وما تمش إقرار أي زيادة على أي ضريبة ولو حصل حاجة جماعة لازم بنقولها ولازم بنعلنها كدولة سعر ضريبة القيمة المضافة ثابت زي ما هو ده كلام وزارة المالية ما خضعش لأي تعديل أي إقرار في أي زيادة لأي من الضرائب ما ينفعش يتعمل غير بنص قانوني يتعمل قانون وتعرض على مجلس النوام والمجلس ياخد وقته في البحث والفحص والدرس وبعدين يشوف إذا كان محتاج يعدل أو يرفض أو يوافق طيب تعالي نشوف المنطق بيقول إيه هو المنطق بيقول هزود ضريبة القيمة المضافة مع أني برفع حد الإعفاء الضريبي على الناس يعني اللي كان 24 ألف خليت الإعفاء الضريبي لحد 30 ألف يبقى إزاي هزود ضريبة القيمة المضافة؟ بالمخ طيب أزود ضريبة القيمة المضافة ليه؟ وأنا أصلا لسه بزود المرتبات بتاعت الناس وعمل علوات استثنائية ورفع الحد الأدنى للأجور أزود ضريبة القيمة المضافة عشان أثق الكاهل الناس وأنا بقول لهم يا جماعة ده أنا بخفض لكم الأسعار وعمل مبادرة كلنا واحد وعمل المنافس بتاعتي بتاعت وطنية وبتاعت أمان وعندي كمان الشركة القبضة للجمعيات التعونية الله فاكر إما قلت لك إيه عايز رز إيه نزل هات رز أبيض فاخر نمرة واحد داخل الجمعيات بخمستاشر جنيه الديق بالمناسبة بربعتاشر ونص رز التمويق عشرة ونص لو إنت عاوز نعمل لك اللستة أعمل لك اللستة عنديش أي أزمة إلا إنه لدينا من الأمور الهامة اللي خرين ما نضيعش وقت أكتر من كده